اشهد العديد من المدارس اليمنية عمليات غسل عقول للأطفال والتلاميذ من قبل الميليشيات الحوثية الذين يوجهون الطلاب لترداد صرخة الحوث الشهيرة العابقة بالموت وبهدف البحث عن مقاتلين جدد تجب ميليشيات الحوث الجامعات والمدارس والمساجد تزامنا مع خسائر بشرية كبيرة تمنى بها في مختلف الجبهات في ظل تقدم قوات الشرعية فقد انحرفت العملية التعليمية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عن غاياتها وتحولت المدارس الى اوكار لغسيل العقول ومسخ الهوية وبؤر لتجنيد الاطفال كوقود للحرب وحوائط مبكى لمن يسقط منهم في جبهات القتال عدد من الاطفال يساقون الى المعارك ويموتون واحيانا في احيان كثيرة لا يعودون الى اهلهم ويتم الزج بهم ليس فقط بالمعارك وانما ايضا في تفخيخ عقولهم بالافكار الملوثة واقحامهم في المشاريع الطائفية والمشاريع ذات البعد الايراني فالمدارس الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تظهر واقع الحال اذ بدت جدران المدارس مطلية بصور مقاتلين في صفوف الحوثيين سقطوا على الجبهات غالبيتهم من الاطفال هذا المشهد المؤلم يؤكد ضرورة حسم المعركة وخطورة استمرار الانقلاب على حاضر ومستقبل اليمنيين استمرار الصمت على جرائم الميليشيات الحوثية بحق الاطفال الذين تخطفهم من منازلهم ومدارسهم وتعيدهم لأهاليهم جثثا هامدة يضع علامة استفهام تغول الحوثي في المدارس وفرض الاجندة الحوثية الايرانية على الطلاب في هذه المدارس إضافة إلى أن الأطفال يتعرضون لسوء التغذية يتعرضون للبطالة إلى العمالة المبكرة هناك ممارسات سيئة جدا تمارسة للأطفال في اليمن لا سيئة من الميليشيات الحوثية التي تحتل جزء كبير من الأراضي اليمنية وتحولت المدارس والجامعات إلى مؤسسات طائفية حوثية لإثارة الفتنة والصراع بدلا من نشر العلم والثقافة وتعزيز قيم الوطنية حيث يقيم الحوثيون عددا من الفعاليات والأنشطة تهدف إلى محو الثقافة الوطنية لدى الطلاب واستبدالها بثقافة العنصرية ويتم من خلالها استقطاب المزيد من الطلاب مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن